اهلا بكم مشاهدي الصحة والجمال وحلقة جديدة من برنامج مفاتيح الحياة هكون معاكم سلفانا الحارس والمدة نص ساعة كل يوم 4 من الساعة 12 ونص للساعة واحدة الظهر فكرة برنامجنا ان الكل قفل مفتاح مفتاح بيخلينا نشوف الجانب المشرق والمضيق والإيجابي في حياتنا ونستمتع به ونشوف الجانب السلبي والمظلم في حياتنا ونتعلم منه الجوانب الاستمتع في حياتنا كتير بس احنا محتاجين ندركها ونشوفها علشان احنا لما ما بندركش الشيء مش بنشوفه ولا بنحس به ومفتاحنا النهاردة مفتاح جميل ومهم جدا وهو كمان ربنا ذكره في القرآن لما قال لنا المال والبنونة زينة الحياة الدنيا مفتاحنا النهاردة هو الأبناء وموضوع حلقتنا الاستمتع بالأبناء كنت دايما بشبه الأب أو الأم اللي بيستمتع بولاده بالإنسان اللي بيأكل أكلة بيحبها إن هو بيقاعد ومركز فيها ومديها وقته ومش بيفكر في أي حاجة تانية هو عارف يتزوقها ويستمتع بيها كويس وعلى العكس تماما الإنسان الأب أو الأم اللي مش بيستمتع بولادهم بيبقوا عاملين زي الشخص اللي بيأكل بسرعة بدون أي تزوق أو استمتع بيبقى بيأكل وبيفكر في مليون حاجة الشخص دا مش بيعرف يستمتع بالأكلة فبجد أجمل حاجة ممكن نقدمها لولادنا إننا نتزوقهم إننا نستمتع بيهم في كل لحظة نستمتع بيهم بكل مرحلة من مراحل حياتهم إحنا ليه مش بنستمتع بولادنا ونستمتع بيهم إزاي هو دا اللي هنتكلم فيه باستفادة لكن بعد الفاصل ولسه مكملين موضوع حلقتنا النهاردة الاستمتع بالأبناء هنتكلم دلوقتي إيه اللي بيخلينا ما نستمتعش بأبنائنا أول نقطة مهمة بتخلينا ما نستمتعش بأبنائنا هي إننا بنبص دايما على الجزء الفاضي من الكباية وبنركز عليه بنبص على إن أولادنا مسئولية وكبيرة وضغوط مستمرة بنفكر دايما مستقبلهم وتعليمهم حتى وهم لسه ما تعليموش المشي بنقعد ندي الأمور أكبر من حجمها وإن إحنا دايما بنشغل بالنا إن إحنا بنقارنهم بالأطفال اللي من سنهم مع إن دي تبقى كارسة إن إحنا نقعد نقارن في مستوى التعليم نقعد نقارن في مستوى المهارات الأنشطة المختلفة دي بتأثر عليهم بالسلب جداً وبتقلل ثقاتهم بنفسهم إحنا مفروض لما أولادنا يقارنوا نفسهم بحد نقول لهم إن كل شخص مختلف عن التاني كل شخص ليه مهاراته لازم أقول لإبني أنت إنسان فريد من نوعك أنت ينفعش تقارن نفسك بحد أنت ينفعش تبقى زي حد أنت ما تنفعش تبقى غير زي نفسك وكمان من الحاجات اللي بتدايق أولادنا إن إحنا على طول بنركز على سلبياتهم سلبيات تصرفاتهم وسلقهم وده طبعاً بيأثر عليهم إن هم بيخليهم يستمروا بده ويعندوا عليه وخصوصاً في مرحلة المراهق المراهق فعلاً بيكره إنه يتنقد وبيعشى إنه هو نمدحه فبجد مهم جداً إحنا نركز على إيجابياتهم عشان تزيد ونتعامل مع سلبياتهم إن إحنا نتجاهلها مرة نوجههم مرة نحاول إن إحنا يعني نعاقبهم لو الموضوع كبير حسب حجم الموضوع فده يعني إحنا كمان في نقطة مهمة آه تاني يعني إحنا دايماً بنشتكي من ولادنا وبزداد على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بنفتح نلاقي كل أمهات بيشتكوا حتى لو عن طريق الهزار أو عن طريق النقطة على فكرة ده بيأثر سلبي علينا وعلى اللي بيشوف وعلى ولادنا وبيخليهم يعنيده أكتر إحنا فعلاً لما بنبص لولادنا ونتعامل معهم على إنهم ضغوط بنتكيف مع الضغوط دي وبتبقى لايف ستايل بيتبقى أسلوب حياة إنه أنا ولادي ضغوط فما بستمتعش بيهم ما بنبصش على الجزء المليام الكباية ونستمتع بيهم عشان هما نعمى من عند ربنا ورزق كبير دي أول نقطة عندناك فيه نقطة تانية مهمة جداً متخلناش نستمتع بولادنا إنه إحنا في كل مرحلة إنه هما صغيرين نقول تعدي بس المرحلة دي وهنستمتع بولادنا تعدي بس المرحلة دي وهنستمتع بولادنا على فكرة المرحلة ما بتنتهيش المراحل ما بتنتهيش كل مرحلة لها إيجابيتها وليها سلبيتها وليها متعتها وليها مسئوليتها فإحنا اللي بيعمل كده بيستمتعش بولاده خالص فإحنا مهمة قوي إن إحنا نستمتع باللحظة كل لحظة مع ولادنا نستمتع بيها ونعيشها ونستغلها عشان اللحظة اللي بتعدي ما بترجعش تاني فإحنا مهمة جدا إن إحنا نستمتع بكل لحظة مع ولادنا عندنا بقى مشكلة كبيرة جدا ودي فعلا بتخلينا ما نستمتعش ولا بولدنا ولا بحياتنا وهي التعلق التعلق هو الارتباط بالشدة والمبلغة في الارتباط بولدنا والارتباط ده كل ما بيزيد كل ما بتيجي معاه مشاعر سلبية كبيرة منها الخوف والحزن والتضحية وكل المشاعر اللي بتتحول متعة لولاد بتحولها للشقاء وبتحولها للحمل بنبقى ماشيين شايلينه على ظهرنا وكمان ده ليه تأثير سلب كبير قوي على فكرة على ولادنا وإحنا يعني حتى إحنا تربينا على ده وبنربي حتى ولادنا على ثقافة التعلق إن أنا مثلا لما باجي حد عايز يعبر عن حبه المشاعر لولاده للأسف هو بيعبر بطريقة التعلق إنه ممكن نقول لولادي أنا أموت من غيرك أنا كنت حياتي تعيسة وبقت سعيدة بيكو أنا كده على فكرة بزرع فيه مشاعر خوف واحتياج مشاعر سلبية لكن أنا مثلا لما أقول لولادي أنا حياتي زادت جمال بيكو أنا حياتي زادت سعادة بيكو أنا بحبكو دي مشاعر إيجابية عشان إحنا عندنا خلط في المفاهيم فيه خلط بين التعلق والحب الحقيقي الحب الحقيقي إن أنا الأول التعلق إن أنا مثلا لقول لولادي أنا بحبكو بس إنتوا أنا عايزة منكم إنتوا تساعدوني إنتوا مصدر سعادتي وطبعا ما فيش إنسان مصدر سعادة حد السعادة دي قرار داخلي بيبقى من جوانا ما ينفعش إن إحنا نعلقها على حد دكتور واين داير قال لا يوجد طريق للسعادة السعادة هي الطريق السعادة من جوة حتى لو أنا لوحدي أقدر إن أنا بقى سعيد لو أنا من جوة سعيد وعندنا الحب بقى الحقيقي إن أنا أقول لولادي أنا بحبكو وعايزة كنتوا تبقوا سعادات وبقى أنا كبان سعيدة ويمكن في مثال بيوضح الفرق بين التعلق والحب الحقيقي إن لما بيبقى فيه مثلا بنت هتتجوز وتروح تعيش بره وتسافر وإن دا أفضل لها ومستقبلها وولد هيدرس بره وده أفضل له الأب والأم المتعلقين بيرفضوا دا تماما كأن ولادهم ملكية خاصة ليهم لكن الأب والأم اللي بيحبوا ولادهم حب حقيقي بيتقبلوا دا وبيبقوا سعادة لسعادة ولادهم ففعلا التعلق دا بيبقى حامل وبيبقى بيكبت حرية ولادنا يعني التعلق بيخلي الحرية نكبتها وبنخليهم مخنوقين وبيعملهم أزا نفسي ويمكن إحنا عندنا ثقافة بلادنا إن هي العربي إن إحنا دايما بنقول إيه إن لازم الحب يبقى تعلق لازم الأم تبقى متعلقة بولدها لازم الأم تضحي من عشان ولادها عشان الأم المتعلقة على فكرة أم مضحية فمجرد تواجد التعلق بقى فيه تضحية في الموضوع إن هي إيه؟ يعني إن أنا بحب بولادي إن أنا أضحي بصحتي أضحي بساعدتي أضحي باحتياجاتي أضحي بكل حاجة علشان إيه؟ أنا في الآخر على فكرة لما ضحي بكل ده مش هقدر أقدم لهم ولا حب حقيقي هيبقى حب ناقص ولا اهتمام حقيقي عشان ما عنديش طاقل ده ولا هارف أهتم بيهم بأي حاجة أنا علشان أحب بولادي لازم أحب بنفسي عشان أهتم بولادي لازم أهتم بنفسي عشان ألب لهم إحتياجاتهم لازم ألب إحتياجات نفسي فعلا التعلق مشقة وبيدفع تمانها المتعلق من صحته ومن ساعدته ومن أمانه التعلق بغير الله مشقة وشقاء ودي كانت أهم الحاجات اللي بتخلينا ما نستمتعش بولادنا نيجي بقى عند الحاجات اللي بتخلينا نستمتع بولادها هتلاقوني كده تحكت وفرحت عشان هي أصلا أجمل حاجة هم نعمة وفعلا الاستمتع بيوم أجمل حاجة عندنا أول حاجة علشان نستمتع بولادنا إن إحنا نعبر مشاعرنا وحبنا وحنالنا اليوم على طول سواء بالكلام أو بالحضن يعني في دراسة قالت إن الأهل اللي ما بيحضنوش ولادهم مرتين على الأقل في اليوم هم مقصرين ومش بيدوا الإشباع العاطفي لولادهم وكمان أنا لما بعبر لولادي عن حبي بخليهم هم كمان يعبروا عن مشاعرهم ويبقوا متزنين بس في نقطة مهمة جدا لازم لما عبر عن مشاعري لولادي يقعبر عن حبي بس حب مش مشروط حب ما فيوش أي شروط يبقى حب صافي إن أنا أقول لهم مثلا أنا بحبكو علشان أنتو لحب المشروط إن أنا أقول ليولادي أنا بحبكو عشان أنتو عملتو الصح ومش بحبكو ده بقى الحب المشروط علشان أنتو عملتو الغلط فبتلاقي بذات الأطفال بيجي لهم حالة توهين بيبقى عندهم حالة من عدم الأمان يا طرى الناس دي بتحبنا ولا لأ وما بيعملوا كده ليه وبيقولوا كده ليه وحتى ما بيكبروا بيبقى برضو بيتعلموا يحب حب مشروط والحب المشروط على فكرة ليه علاقة بالتعلق لكن الحب الحقيقي بيبقى حب غير مشروط عندنا تاني حاجة عشان نستمتع بولادنا كمان الصداقة الحقيقية أنا هنا طبعا مش بقصد الصداقة اللي الأهل مسلا يجيبوا ولادهم إحنا أصدقائكم قولونا اللي في قلبكم يحكو لنا إيه رأيكم فينا ومجرد ما الولادي يتكلموا تتقلب عليهم الترابيز ممكن يتجري وراهم في الشقة كمان طبعا لا مش هو ده قصدي خالص أنا قصدي صداقة حقيقية صداقة فيها شفافية صداقة زي اللي بتبقى بيننا وبين أصدقائنا الحقيقيين صداقة ليها كل معاني الصداقة إن أنا أحكي لهم زي ما هم بيحكو لي متبادلة مش إن هم بس أنا عشان أعلمهم يحكو لي لازم أحكي لهم وأخد رأيهم وكمان أخد برأيهم حتى لو صغيرين على فكرة الحكمة بتيجي من فطرة الأطفال بتبقى فطرة جميلة وبيدوا ممكن ساعات حلول الكبار ما يعرفوش يدوها فده قد إيه أنا لو خدت برأيي ابني أو بنتي هيديله ثقة في نفسه وهيخلوه يستمتع وقدي أنا هستمتع إن أنا عندي أصدقاء حتى مني بحكي لهم وبيحكو لي وبسمعهم بيسمعوني وباخد برأيهم وبعد كده هياخدوا برأيهم كمان وعندنا كمان نقطة بتترتب على ديه اللي هي تبادل الخبرات والتجارب هي الصداقة حجر الأساس لها وهو تفعيل الصداقة إن أنا أتبادل مع مع ولادي خبرات الخبرات بتاعتي والتجارب يعني أنا مثلا أحكي لهم مثلا تجربة مريت بيها حتى على فكرة لو أنا غلطانة بالتجربة دي أحكيها وأعترف إن أنا غلطت في التجربة دي وأعد أتكلم معاهم أنا تعلمت إيه عملت إيه ممكن أعمل معاهم كمان عصف ذهني إن هم كمان يقولوا رأيهم في التجربة ويقولوا لي تعلموا إيه ويقترحوا نتجنبها إزاي ده مهم وكمان تبادل الخبرات يعني مثلا تبادل خبرات الدراسة أو الكورسات أو حتى كتاب أو حتى فيلم مهم جدا إن أنا أشريكهم ونقود نتكلم ممكن نعمل نص ساعة في اليوم نقود نتبادل مع بعض وعلى فكرة لكل أم الموضوع ده بيحل موضوع الدراسة بطريقة إيجابية جدا إن أنا لما أولادي يرجعوا من المدرسة أقعد معاهم وأقول لهم هتفيدوني بإيه من اللي إنتوا أخدتوه هتفيدوني إيه من اللي إنتوا أخدتوه النهاردة فهما يبقوا رايحين للمدرسة مركزين إن هما يقولي بمعلومة تفيدني ويشاركوني بيا وكمان في نقطة مهمة جدا إن إحنا يبقى فيه حوار دائم مع أولادنا ونسمعهم نسمعهم باهتمام مش نسمعهم وبس نسمعهم بودنا وبحواسنا وبقلبنا لما بنسمعهم بتركيز واهتمام بيحسوا بقيمة اللي بيقولوه بيحسوا إن هما عندهم ثقة في نفسهم بيحسوا إن هما عندهم الأمانة اللي يطلعوا كل اللي جواهم وبرضو لأنا لما بيعلمهم إن أنا أسمعهم كويس هما يسمعوني أكيد في أهل كتير بيعانوا إن أولادهم مش بيسمعوهم في أهل كتير بيعانوا إن أولادهم ما بيدهمش اهتمام لما بيجوا يكلموهم فالنقطة دي مهمة جدا إن هي تعودهم إن هما يسمعوني كمان ولازم برضو لما أسمعهم بقى رضي فعلي متزن إن أنا أسمعهم ويبقى رضي فعلي في مثلا حتى لو هم غلط فيه توجيه فيه بهدوء إن أنا برضو ما قلبش عليهم وإن أنا يعني ما شلش المساحة دي اللي بني وبينهم مهم إن إحنا أنا كمان محكمش عليهم علشان هم يتعلموا ما يحكموش على نفسهم ما يحكموش على غيرهم عندنا حاجات كتير قوي ممكن تخلينا نستمتع بولادنا وأفكار كتير جدا وهي إن إحنا كمان ممكن إحنا نخليهم يشاركونا كمان في أنشطة وفي نشاطات نلعب رياضة مع بعض ناكل أكل صحي مع بعض ففي حاجات كتير قوي نفسي أقولها بس للأسف مساحة البرنامج مش هتكافي خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا موسيقى الاستمتع بالأبناء الاستمتع بالأبناء لسه مكملين حلقتنا عن الاستمتع بالأبناء مهم جدا وإحنا بنربي ولدنا نربيهم على الحرية مع المسئولية عشان الحرية لوحدها بتسبب فوضى والمسئولية لوحدها بتسبب كبت وضغوط فمحتاجين إن إحنا نديهم ونعلمهم الحرية مع المسئولية إن أنا أعلمهم إن الصحة نتائجه إيجابية والغلط نتائجه سلبية إن أنا الغلط هو إيه ونتائجه إيه والصحة أوجيهم ليه وبعدين إن إحنا نديهم بقى حرية الاختيار حرية الاختيار دي مهمة جدا بس يبقى معيها المسئولية عشان الطفل يتحمل أو الشاب يتحمل مسئوليته إحنا بنبقى محتاجين إن إحنا نديهم مساحة يعبروا فينا عن رأيهم وعلى فكرة حتى لو اختاروا الغلط هم هيتعلموا منه هم هيتعلموا منه وده هيوسع وعيهم وخبرتهم وهيبقى عندهم مسئولية وهنستمتع بيها قوي على فكرة إن إحنا أولادنا يبقوا عندهم مسئولية حتى الطفلة ما بيحس إنه هو مسئول بيستمتع بيها وإحنا بنستمتع لما بنشوفهم كده وفي نقطة مهمة جدا الحياة مش كلها دراسة لازم نركز إن أولادنا حياتهم مش دراسة بس لازم نهتم بيهم من كل الجوانب والنمي مهارتهم والنمي قدراتهم هو ده اللي يفيدهم هو ده اللي يخليهم يثبت وجودهم علاقتنا بولادنا واتصلنا بيهم فعلا بفعل عندنا قيم كتير زي قيم الحب وقيم العطاء الحاجات دي كل إنسان محتاجها عشان يقدر يعيش حياته بالتزام كل أب وأم فعلا أنتوا أساس الأسرة وأساس المجتمع فلازم وكمان ربنا بيحسبنا على أولادنا عندنا مسئولية كبيرة فلازم قبل ما ندي قرار نحنا يبقى عندنا أولاد محتاجين إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا قد المسئولية ولو حتى قد المسئولية نبتدي نعد نفسنا إن إحنا إزاي هنقوم بالمسئولية دي من خلال الإراية البحث إن إحنا نسأل زوال خبرة مش عايب إن إحنا ناخد كرس تذكيفي في تربية الولاد ده يعني بره بيعملوا كده يعني عندهم ده أساسي وكمان ده المهندس لما بييجي يبني عمارة بيقعد سنين طويلة يدرس إحنا بقى بنبني بني أدمين يعني بني أدمين هيبنوا مجتمع بني أدمين محتاجين إن إحنا يبقى أساسهم قوي الموضوع مش موضوع إن أنا أبقى أبقى أو أم الموضوع إن أنا أقدر أطلع جيل سليم جيل عنده ثقافة جيل عنده وعي جيل عنده طاقة حلوة بيفيد فيها الناس كلها جيل بيعتمد على قدراته ومهاراته مش بيعتمد على درجاته وتقديراته جيل فاهم مش حافظ جيل عنده من الوعي والخيال اللي يغير فيه حياته ويغير فيه مجتمعه جيل يبقى سند لنا ولبلادنا عندنا مهم أول ربي ولدنا إن هم ما يهتموش بكلام الناس ما يخدوش قيمتهم من رأي الناس فيهم إن إحنا قيمتنا من خلق الله لينا مش من رأي الناس لينا عايزين نحررهم وننصف البرمجة اللي بتخلي ولدنا يحسوا إنه يقولوا الناس هتقول إيه طب الناس هتقول إيه طب الناس رأيها فيها إيه لا عايزين ننصفها ونخلي مكانها أنا المهمة بقى راضي عن نفسي المهمة أبقى ما بقزيش حد وعندنا مهم نراضي بولدنا عن الرحمة ومهم نبرمجهم بلغة سليمة إيجابية ده ينعكس في حياتهم حاجات كتير قوي ممكن تخلينا نستمتع بولدنا وفعلا هم زينة لحياة الدنيا فعلا أنا النهاردة في الحلقة دي اتكلمت من قلبي وتكلمت كلام حقيقي مش كلام وخلاص كلام نابع عن علم ومعرفة ودراسة وتجارب شخصية وتجارب ناس كتير قوي حياتهم اتغارت مجرد من بقوا يحضون ولادهم فعلا الولاد يعني أنا مش بقول لكم تربية الولاد سهلة تربية الولاد مش سهلة لكن مستهلة علشان ما فيش متعب ناخدها في حياتنا ما فيهاش تعب ومعاناة لو حصلنا على المتعة من غير تعب ومعاناة مش هتبقى متعة وهم الولاد متعة جبيرة جدا في حياتنا ولادنا صفحة بيضة محتاجين لمليها بإحسان عشان لما يواجهوا المجتمع يقدروا ان هم يفرضوا اللي احنا ربناهم عليه مش يخلوا المجتمع هو اللي يفرض عليهم القواعد بتاعته عشان نبني شخصية سليمة قادرة تفيد نفسها وقدرة تأثر في المجتمع وفي العالم كله حلقيتنا خلصت بتمنى لكم كلكم السعادة والاستمتاع بأولادكم وسعادة ولادكم بيكم ويا ريت بكل حلقة فدتكم تستنوني الاسبوع الجاي قبل نص ساعة من دلوقتي مع مفتاح جديد من مفاتيح الاستمتاع سلام